حضرتك كنت وزيراً للإرشاد القومي الذي يعني يساوي حالياً وزارة الإعلام لا وفيه فرق على فكرة إيه الفرق بقى؟ فرق كمان في الإسم يعني يعني فكرة الإرشاد هنا يعني هي الإرشاد القومي بالمناسبة على فكرة أنت آخر وزيرة إعلام وأنا أول وزير إعلام فرصة سعيدة لأنه اللي حصل أن كانت وزارة اسمها الإرشاد القومي إرشاد القومي لأنه كان إعلام تعباوي وقتها أنت عندك مشروع وصورة جديدة تطلع للعالم لأفريقيا وآسيا وكذا وفي الوقت نفسه فهي كانت إعلام فيه قدر من التعباوي ما هو كلمة الإرشاد يعني فيها نوع من أنواع ونوع من الثقافة كمان وفيها نوع من أنواع الهيمنة يعني الإرشاد أنا سأرشدك مش أعلمك يعني كوزارة أعلام آه بالصعب نهي عشان كده بقولك تعباوي يعني فيها وبالمناسبة دي كل الدول الإفريقية اللي استقلت الأبان اللي كنت ماسك الحركات التحير وتسمى عمل وزارة إرشاد قومي وقتها أنا جيت بقى في فترة لما روح كنت بوزير دولة والشؤون الخارجية وبعدين لما رح للرئيس فكان رجعت الإعلام رجعت مفروض الإرشاد القومي فقبل ما يطلع التعديل الوزاري كان كده فأنا طلبت من دكتور فاوزي قلت له ما عادش فيه كعير عشان قومي نسميها بقى الإعلام وبالتالي كان فعلا أول وزارة إعلام مسكتها أنا ترجمة نانسي قنقر